من جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة نضم إلينا مراسل قاهرة الإخبارية أيمن الإعماد بعد التحية أيمن هل تحدثني عن الاجتماع الذي عقد ما بين رئيس مجلس الرئاسي ليبي محمد المنيفي مع الأمين العام لجامعة العربية سيد أحمد أبلغيط وكيف تبدو تفاصيل هذا الاجتماع؟ بالفعل حساني التأكيد على فكرة المصلحة الوطنية وأيضا بناء قاعدة دستورية تتوفق مع جميع الأطراف في ليبيا ربما تكون هذه أبرز التصريحات التي أكد عليها رئيس المجلس الرئاسي الليبي من خلال جامعة الدول العربية بالقاهرة وأمام مندوب جامعة الدول العربية هنا في القاهرة لما جامعة الدول العربية خاصة لأنها هي التي تلعب دورا هاما ما بين جميع الأطراف في ليبيا من الشرق إلى الغرب لتحقيق الحوار الوطني والمصالحة الوطنية لإعادة استقرار ليبيا مرة أخرى طبعا إطلاع الجامعة على آخر مستجدات في ليبيا ربما يأتي في توقيت هام وأيضا إطلاع جامعة الدول العربية للرئيس الليبي أو رئيس مجلس الرئاسي الليبي وأيضا مندوب المجلس هنا على آخر التأكيد على القرارات التي اتخاذها تم اتخاذها مسبقا لدعم ليبيا ودعم استقرار ليبيا خاصة في القمة الأخيرة في الجزائر هل تم اتخاذ قرارات على أرض الواقع لتنفيذ ما حدث في المرات السابقة أيمن؟ حساني بالفعل اليوم تم التأكيد على القرارات السابقة وكما أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي بأن اللجنة العسكرية المشكلة هناك تعمل على تحقيق القرارات التي اتخذها جامعة الدول العربية مسبقا وأيضا جامعة الدول العربية أكدت في هذا الاجتماع على ما تم إقراره مسبقا وهي أيضا الحفاظ على الأموال الشعب الليبي وأيضا حث جميع الأطراف في ليبيا على الجلوس على مائدة الحوار وإعلاء المصلحة الوطنية لتحقيق الاستقرار مرة أخرى بالإضافة أيضا إلى عدم وهذا ربما يكون هو الدائما ما أكد عليه الأمين العام لجامعة الدول العربية التأكيد على الرفض التام لأي تدخلات خارجية في الشأن الليبي وحث الشعب الليبي على الجلوس على مائدة الحوار وربما هذا ما أكد عليه رئيس المجلس الرئاسي الليبي بأن الشعب الليبي لديه القابلية على الجلوس على مائدة الحوار ودعا جامعة الدول العربية على مناشدة وأيضا جميع الأطراف على الجلوس على مائدة الحوار ربما الأيام القليلة المقبلة تشهد تطورات تحقق الاستقرار في ليبيا مرة أخرى يعني الحديث أيضا حول المصلحة الوطنية الشاملة أيمن يعني سوف يكون في إطار أو صلب هذا اللقاء وهل هناك أطراف أخرى أيضا تشاركوا في مثل هكذا لقاءات؟ طبعا جميع مندوبي الدول العربية كانوا يشاركونا اليوم في هذا الاجتماع وأيضا حثوا جميع الأطراف في ليبيا على المشاركة في هذا الحوار بالتأكيد الذي سينعكس أصداع على ليبيا بتحقيق الاستقرار مرة أخرى طب يعني هل هذا اللقاء سوف يشهد يوما واحدا يعني أو جلسة مباحثات تحضيرية ليوم واحد أما أنه سوف تحقت أيضا بالإضافة لذلك جلسات أخرى لا هذا النهاردة كانت هناك كلمة فقط لرئيس المجلس الرئاسي الليبي للتأكيد على القرارات التي تخذتها جماعة الدول العربية والتأكيد على فكرة المصلحة الوطنية ولكن يعني حث جميع الأطراف في ليبيا على المشاركة في المصلحة الوطنية أيضا حتى يتم إجراء الانتخابات الرئاسية المنتظرة لتعود مرة أخرى ليبيا إلى مجدها السابق أشكرك على هذه التفاصيل من مقر الجامعة العربية بالعاصمة المصرية القاهرة مراسل القاهرة الإخبارية أيمن عماد كنت معنا مباشرة ترجمة نانسي قنقر